صباح الخير يا أطفال يا حلوين معيكم مدارس دور المعارف الخاصة نويفز لغة عربية مرحلة رياض الأطفال مستوى الثاني تعالوا نشوف يا ولاد النهاردة معنا حرف جديد من حروف اللغة العربية حرفنا النهاردة هو حرف الدال عندي كلمات كتيرة يا ولاد بتبدأ بحرف الدال أول صورة زهرت قدامي صورة دالو ديك دب كل دي كلمات بتبدأ بحرف الدال باختلاف حركة كل كلمة تعالوا نشوف أول صورة لأول حركة عندي هي صورة دالو حركة ايه دا دا دال فتح دالو يبقى صوت دال فتح دا دالو الفتح بكتبها بكتبها فين فوق ولا تحت الحرف برافو عليك يا ولاد شطار بكتبها فوق الحرف يبقى دالو دا دالو تعالوا نشوف حروف كلمة دالو دا حرف الدال دا لا 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 دالو و واو يبقى كده احنا اخدنا كلمة دالو بالكلمات بتاعتها تعالوا نشوفوا صورة تانية لحركة الكسر معايا هي صورة ايه برافو عليكو ديك دال قصرة دي يبقى صوت الدال كسر دي ديك والكسر بكتبها أسفل الايه أسفل الحرف تعالوا نشوف حروف كلمة ديك تعالوا نسمع صوت الحرف الاول دي دال كسر دي يأ يأ ديك كاف يبقى حروف كلمة ديك دال يأ كاف تعالوا نشوف اخر صورة عندي لحركة الدم صورة ايه دب دال ضم دو يبقى صوت الدال ضم دو دب بضمه بقي وانا بكتب الدم تعالوا نشوف حروف كلمة دب نسمع الصوت الاول دو دال ضم دب بق بق باء تعالوا نشوف نشاط على حرف الدال بيقول لي اكتب الحرف الناقص صورة دب زرافة جزر هيكتب لي الكلمة ونقصة حرف هنا زهر قدامي دال ضم دو دوب بق 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 نقص حرف الايه بق برافو عليك يا ولاد حرف الباء برافو تعالوا نشوف زرافة زهر قدامي حرف ازاي فتح والالف والفاق والتاق المربوطة يبقى نقص حرف ايه برافو عليك يا ولاد نقص حرف الراق تعالوا نشوف تعالوا نشوف صورة جزر الكلمات بتاعتها زهر قدامي اول حرف جا تاني حرف تاني حرف زي يبقى نقص حرف ايه جذر را 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 شطار حرف ايه را 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 برافو عليكو يا ولادي احنا كده كتبنا الحرف الراقز لكلمة دب حرف الباء دا را فا حرف الرا جذر را حرف الرا تعالوا نشوف نشوف نشاط تاني لكلمات حرف الدال بيقولي ضع دائرة حول حرف الدال اول كلمة زهرت قدامي سعيد دا 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 دال هنا حرف الايه الدال هخط حواليها دائرة برافو عليكو هد هد هنا زهر قدامي الدال كم مرة زهرت قدامي الدال مرتين يبقى حط على الدال الاولى دائرة وعلى الدال التانية دائرة كلمة دب دو دب فيها حرف الدال ايوة اهو زهر في اول الكلمة يبقى هحط دائرة اسد اسد دا فيها حرف الدال ايوة دال جات عندي في اخر الكلمة يبقى حط حواليها دائرة دراجة دا دراجة فيها حرف الدال ايوة زهرت قدامي في اول الكلمة يبقى حط حوالي حرف الدال فتح دائرة تين هنا كلمة تين فيها حرف الدال لا ما فيهاش حرف الدال وبكده اكون خلصت النشاط بتاعي تعالوا نشوف نشاط جديد بيقول لي ايه صل عايزني اوصل صورة ايه دب زهور ديك هيكتب لي الكلمة لكل صورة بس متل اغبطة هنا اول كلمة زهرت قدامي ديك دب زهور هنا صورة ايه دب دال دم دو دب برافو عليكم يلا نوصلها هنا ذاي دم ذو ذهور برافو عليكم دال قصرة دي ديك فين كلمة ديك دال قصرة اهي ديك برافو عليكم يا اولاد شطار كده انا خلصت النشاط بتاعي بيقولي ان نشاط الجديد كوين كلمة زهور ايه جزر اداني ايه اداني تلت حروف متل اغبطين وبيقولي كويني كلمة جزر تعالوا نسمع الصوت كل حرف لكلمة جزر جا جيم فتح برافو عليكم جا زق زق زاي برافو جذر رق 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 برافو عليكم يبقى انا كوينت من حروف كلمة ايه كلمة جذر سورة ديك مديني الكاف والياء والدال عاوز اعمل ايه بقى ها من شاطر يقولي برافو هو كتب لي الحروف فينا ملغبطة انا هعمل ايه هاخد الحروف واكتبها صح عشان اكوين كلمة ديك يبقى تعالوا نشوف صوت حرف الدال كسر دي برافو عليكم دي ياء 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 هاخد الياء بس الياء هنا كتبتها ايه مدى ديها ليه عشان هي عاوزة تمسك في الحرف اللي جنبها اللي هو حرف الايه دي كا كا كاف رفو عليكم يبقى انا كونت اهو الحروف جات ملغبطة انا كونتها بطريقة صحيحة وكتبت كلمة ديك صورة توت جايب لي حرف التاق والو والتاق وبيقول لي كون لي الحروف بطريقة صحيحة تو تو تاق ضم التاق ضم هنا كتبت هنا التاق ايه متصلة ليه عشان عاوزة تمسك في الحرف اللي جنبها اللي هو حرف الايه تو وا 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 بروفو عليكم تو يبقى انا كونت حروف كلمة توت يبقى كونت كلمة جزر وديك و توت وبكده اكون خلصت معاكم كلمات الحرف بتاعنا وأشوفكم المرة القادمة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة